اشتركوا في القناة والتغيرات اللي عم بتصير معنا تغيرات كتير سريعة كلها مشاكل ما في شيء ايجابي وهيدا الشي عم بيخلينا نحنا نعيش حالي اوقات بتقول سترس بس هي ان ريالتي منع سترس نحنا بس عم نضبط لك شوي المايكروفون لانه فيه سمول تكنيكال ما منستوعب اوقات اذا نحنا عم نعمل سترس نحنا خايفين ولما بتكون النتيجة انه خوف وهالخوف عم بيكون بالمجتمع منبلش نشوف التأثيرات السلبية اذا بدنا نبلش نقول اليوم الشعب عم بيعيش بحالة خوف مستمر شو تأثيره على المجتمعنا كيف نفيدها جون thank you خلينا نبلش اول شي بشو عم بيصير بقلب عقلنا نقدر نفهم كيف يشتغل نحنا دماغنا مقسم كتيرا بسط الموضوع لثلاث أجزاء أساسية شغلته الأساسية يحمينا من الخطر هيدا موجود هون تحت الواتي وفي عنا جزء من قدام تنقول كتير عم بيين بس نمشو معي اللي هو مسؤول عن المنطق والفكر والإبداع وكل هالأساس وفي عنا جزء بالنص اللي هو أكتر شي متكل على العواطف أو الذكاء العاطفة نحنا بس نعيش أي حالة جسمنا بيبعث دم وأكسجن ونيوترينس على مطارح من الدماغ الأكتر شي ممكن نستعمله طيب بلشت هالمشاكل معنا بلبنان تقريبا صنعنا سنتين عم نعيش أكشن والمشكلة الأساسية هي أنه هي مش قصة إدي في أتحمل أنا وجعة أو مشاكل هي قصة إدي في دلني أتحمل وجعة أو مشاكل وإذا بدك المشاكل والوجعة نحنا عم نقطع فيه ما رح تضوي كتير علينا وما بدي أضوي عند حضن هذا الإحساس هو تدريجيا عم بأثر علينا شوي شوي يعني كل يوم عم نخسر شوي كل يوم عم يتاخد شي مننا شوي كل يوم عم نحس أنه في ضيعة زيادة شوي هيدا شوي مثل التورتشر كانوا يستعملوه كانوا يسموه تشينيز تورتشر يعني يحطوه نقطة ماء تجي على رأسك بببببببب آخر شيء الإنسان بيخوت وبيفقد عليه كيف يدر؟ في بلد أب عم بيصير في بلد أب دفنتلي والمشكلة أنه بس مثل ما أنت عم تقولي الستوري أو القصة نحنا نخبرها لأحنا وللآخرين هي طب لوين رايحين؟ أنه يخيي أوكي فهمت في مشكلة بس وين الدستنيشن لوين واصل أنا ما بدي أعرف إتعامل مع هالوجه اللي رح تخسر هالقد بيقولك أوكي بيبلاها بيهضمها بمشي لقد بحضر حالي على الأساس هذا الأساس ببركة بذبط الأنرجي اللي عندها لدينا على هالفترة بس نحنا اليوم في لبنان عايشين حالة غموض يعني كل يوم في عنا أنفولدين يعني بتفتح ورقة جديدة ورقة عطول هي ورقة سلبية ولا ما عم نشوف إيجابية أبدا ما في أجلبيين لأنه ما في مسؤولية بآخر النهار تنكون صريحين كيف ينا نحمي حالنا يعني نحنا هالشعور اللي هو مش عم نفهم شو عم بيقولك بأغلب الأوقات كنت عم بخبرك قبل الهواء صار معي إنسيدنت رح شركها للمشاهدين لأنه عن جد هيدا شي مني مختبرته قبل أول مرة بحس على حالي مني مضغوطة من ناحية شغل ولا هيك بس خايفة وحس حالي يعني مش عارفة شو بني ومش عم بعرف إتعامل بقى مع الوضع أنا زعلانة أنا مني زعلانة أنا معصبة مني معصبة ما عم بعرف شو بني هيدا عدم الوضوح يلي عم نعيشه كيف ينا نتعامل معه ونقدر نتخلص منه ونقطع هالمرحلة على أمل نقدر نقطعه أول شي بيقولك أنه أكتريت الريزنز اللي نحن بنوصل لهالأحساس ويصير معنا تاكيكاردي أو كل إنسان يعبر عن السرس بطريقة معينة هي لأنه نحن وصلنا للمطرح حسين حالنا علقانين بس أنا حس حالي علقت بشي ما عندي لقدرأ أنه قامو بلش أعمل أو القلق يعني القلق ما بيجي إلا ما أنا وصل للمطرح بدماغي مقتنع أنه أنا مش فهمين ما بعرف لون رايح هيدا لأنه نحن تنقدر نغير هالسورة الموجودة براسنا وتصير الحقيقة في عندي سبع خطوات رسمتهم اليوم إن شاء الله منقدر نستعملهم تيفيدوا كل الأشخاص حابب دوي بسرعة أنه إذا نحن حسين أنه ما في وضوح هذا الشي بخلد ضم يروح على دماغ الأحمر أنا بسمي الأحمر هو مسؤول عن حماية نفسي من الخطر إذا هذا الدماغ دائما ندير كل الوقت يعني عود تتعود البيولوجي طبعا يعطي نيوترينس ويقوي هذا الدماغ ويخفف المنطق هذا اللي بتشوفه بكريسس أو بمشاكل الإنسان بيفقد قدرته أنه يكون عم بيفكر منطقيا أكتري تلوقات سواءاتا نضطر نعمل غير ستبس تنجع نواعي أو نرد الشخص على ماغه المنطقي أو البريفرونتو الكورتكس فهون نحن وقتاً منقول أنه لازم نركز أقل على القصة السلبية لنساعد دماغنا أنه ما يبعد يس بس ما بتزبط ما بتزبط لي أنه شو يعني ما فينا نركز ما نحن اليوم شو ما بنفتح السوشال ميديا كل النيوز كل السوشال ميديا كلهم عم بيعطو نيجيتف نيوز يعني يعطيون ألف عاف يعني بيخبرونا عن شان بيصير بس ما بيخبرونا إلا كل شي عاطل طب المقابل لي ما بتخبرونا أقصص المظبوطة بعدين ادي الداتا اللي أنتو عم تعطونا هي 100% دقيقة أنا ستشايف أنه منا دقيقة ويو أنت على هات ربورت وقالت في كتير مسينفرميشن في لبنان فهذا نسميه سم ما عم بعمل أتعك أحدا أنت ما حدا يجي يقول أنا هدفي الأساسي نقدر نفهم أنه إذا بدنا نحل بلدنا ما فينا نحله بالنق والوجع ونقول هيدا الغلط وهيداك الغلط بدنا نبلش نفكر نقول يخي أول شي أنا شو بدي وبدي أعرف أعطي حجم المظبوط للمشكلة اللي أنا عم بوجعها إذا في قصص عم تتغير دماغ الأحمر المسؤول عن السيفتي بدور إذا في قصص مش واضحة نسمي أمبيجيوس أو أنكلير كمان بدور إذا في شخص عم يتعامل معي بفوقية بالدومنانس كمان بدور إذا بحس أنه ما في عدالة بالطريقة اللي هني عم يتعاملوا معي يعني غير عالم عندهم كل شي وأنا ما عم يطلع لشي كمان بدور إذا بحس أنه حدا عم يسرقني أو عم ياخد حق مني أو حق القرار بدور إذا حسيت أنه حدا أخذ مني أنه أنا حس حالي مرتاح مع المجتمع بدور فإذا كل هؤل الأساس عم بتصير يعني نحنا دايرين كل الوقت كل الوقت نون ستوب وين ما بتروحي ومع مين ما بتتلاقي بتشوفي بوجه المرض الأساسي اللي هو الوحيد اللي بيننقل بالعين بالنظر اللي هو سترس والخوف ما في غيره هيدا لكي ما بدي أحكي عنه اليوم لأنه حتى أنا وصلت لمطرح وين بلش يتأثر نومي على فترة وكتر خير قال لي عندي الوعي والتولز تقدر إتعامل معه بسرت أنا بصيراها لأنه وصل لمطرح وين أعصابي كمان هترت مثل كلها العالم لو وين مننا نوصل وكيف فينا كمان يعني نتعامل مع هذا الشيء اليوم هالشعور أو هالمشاكل أو هالأسباب يلي بتوصل لهذه النتيجة موجودين كلها بحياتنا اليومية ونحن بدنا نجاري بنساعد حالنا مثل ما أنت عم تقول نقدر نتخطيهم شو هنه هالسفن ستبس سفن ستبس اللي فينا نعملهم لنساعد حالنا اوكي this is my model أنا بتشتغل معي هذا الشيء كتير إن شاء الله تقدروا تستفيدوا منه أول شيء express it بعبر عنه مثل ما عملت حضرتيك اليوم هلأ جيت الصباح وقلت أنا عم حس هذا الشيء ليه وانا I express it وما بخاف ما في شيء اسمه عيب أنه الإنسان يصير عنده قلق أو يصير عنده إزعاج بالعكس عبر عن هذا الموضوع بس بطريقة صحية express it تقدر نوصله على الضو تقدر نقشعه مثل ما هي ما تكون شيء هيك بقلب رأسي مش فهمين شو لا أنا من شو خيف أنا اليوم خيف من وكفوا الجملة وقيدوا كل شيء رح يطلع معكم بدون ما تعملوا judgment أو تكونوا عم تقولوا هيه ليه أنا عم فكر هيك هذا ضعف مني اسمشي الرجال المعقولة أو الأهل بيكونوا خيفين أن يفرجوا الوجع لا express it من بعد ما أنا بعبر عن هذا الشيء حتى لو عملنا هذا التعبير لحالنا جون يعني يمكن ما أريد أن أقول لحدا لم أأثر عليه بطريقة سلبية إذا كتبت وشاركت مع نفسي absolutely اكتبية بس كنت أنا خلقين بأمريكا وبس نقلت على أمريكا على فترة كان بعني صغير كان بعني مخلص جامعة أول سنة ونس كانت كتير صعبة عليها لأنه كنت لوحدة وبصراحة it's not about أنه إذا فيه عالم حوليك it's about أنه أنت تحسي connected يعني تحسي أنه فيه عالم عم يفهموك وأنت عم تفهمي عليهم وتعرفي بتشوفي بالهوليوود موفيز أنه كاليفورنيا وبيتش وكذا بالآخر تلاقي أنه لا الحقيقة مش هيك أمدا فيه شغل بماكدونالز وكل هالمحلات يعني نحن مجبورين نشتغل فيها bottom line is بهالفترة الحل الوحيد اللقيته أنا قدر أرتاح وما كان فيه تقل على أهلي لأنه أهلي كان عم يقطع بصعوبات معينة ستكتب ستقول لحالي أنا حاسس وبلش بالإحساس لأنه كان أهين طريقة أنا قلقت خيط تفتش شوان المشكلة ولاقي بعدين شو القصة اللقيتها لحالي أو شو المعتقد اللقيتها ما تتعامل ما تتعامل ما تتعامل مجرد ما اكتبها ترتاح لأنه صارت واضحة من بعدها كنت أسأل حالي هل هذا الشي اللقيته عن جد دقيق يعني في عندي أدلة تقل لي أنه هذا الشي هو المضبوط يعني هل أقول أتعامل مثل ما هي إذا لا أريد أن أعمل جديد لإله أريد أن أضع بالإطار المضبوط يكون الشي اللقيته أنا أتعامل معه الحقيقة يعني إذا الحقيقة أعرف أن أخذ قرار يعني منحط الفكرة وبعدين نعمل الأساسمنت صح نتأكد من إنصحية نتأكد من الشي اللقيته هو حقيقة مشكلة إذا أنا قلت اليوم في لبنان ما في شغل في لبنان هل هذا الشي فاكت لا ما أنه فاكت صعب أنه نلاقي الشغل بلك في أقل أحيان للشغل صح بس كثير أشخاص عم يلاقوا صلوشنز جديدة لمشاكل نحن عم وجهها اليوم وعم تفتح opportunities جديدة ياس في قلة مصاري في قلة كذا 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 ياس بس في opportunities بعدني أنا بقبل 20% من ما أقبل سفر يعني أهم شي اليوم نوضح شعورنا ونتأكد من صحيته نتأكد من صحيته ثالث شي بعطيها وزن المزبوط أوكي يعني أنا اليوم إذا في بحياتي العاطفية مش ماشي الحال أنه عم يتخنق مع عائلنا من وراء المشاكل بحياتي بالشغل كمان مش ماشي الحال بالسياسة مش ماشي الحال بالدواء مش ماشي الحال يعني كل ما بلش جميعهم هولي كلهم حطهم بسلة واحدة ما بقدر اتعامل معهم وبآخر نهار أي مشكلة نحن حلينيها بالحياة كنا عم نشتغل خطوة خطوة أهيا شي يا أهل أنتو بس ولد أول ابن أو ابنت لقلكون أكيد كان شي أنه قف كيف بدعيش هالكائن الجديد نعم بس بالإخت تطلعوا بعد 6-7 سنين بتلاقوا حالكم أنه ماشي حاله تمام يعني ترست يكون عنكم ثقة بالإدراء أنتو عنكم إياها تتقاموا هالوضع step by step رابع شي flip it اللي بو أنا بعرف شو المشكلة يعني اليوم إذا بقول مشكلة الأساسية أنه أنا اليوم ما بقى عندي ثقة باللبنان أوكي جريت شو يعني لبنان مين لبنان عن شو عم بحكي شو هو الشي لازم يكون عندي ثقة فيه شو يعني لبنان أنا لبنان أنت لبنان نحنا لبنان فإذاً يعني أنا ما عندي ثقة بنفسي إذا بدي حل هالمشكلة بدي بلش أول شي يقول قد يتقل هالمشكلة شو فيه أنا أعمل كإنسان بهالبلد تيصير بلد تيصير بيتي وكأنك عم تقلوا بالمسؤولية على حالك هل أنا كفرد فيني أعمل شي تجاه هالمشكل أو الوجع اللي عندي لأنه بس أخذ المسؤولية صار عند البوفور صار عند الباور أنه أنا غير إذا دائما كابل بمسؤولية غيري يعني هو القوة عندهم هني غيره شو بدي يفوت بهالدباجة يا خي أنا بفضل أنا أستلم تغرأ أكتر يس هيدا من أهم الشي بعدين بقرر شو هو الشي اللي بدي ما بدي شو هو الشي اللي منسبني هلأ ومش منسبني هلأ إذا فيه واجعة إذا فيه خسارة بقبلة وبعدين بقرر شو بدي من هيدا الموضوع تقرر شو بدي من هيدا الموضوع بدي أخذ كل العالم يجلع عند حكيم بيقلك بيقلك شو بك يا مادام بتقيل له أنه موجوعة متضيقة بس ولا مرة حدا بيجي بيقول للحكيم أنا بتمنى يكون عندي صحة تامة نحنا اليوم كأشخاص تنادي نكون حكمة نفسنا بدي أفهم وين واجعي وبيدي جارب قلبه تطلع على شو الشي اللي بدي بالمقابل مش بدي أخلص من الواجع لا بدي زيد السعادة كيف بدي زيد السعادة بدي أطلع هذا الواجع أقول ما بدي عيش ببلد عم يزعجني أو غير بلد أو فيلم البلد أو انطور أو تعامل سعي تعامل بس أنه تعامل مع المشكل يعني فيه مجرد ما فيه ما بدي ألأ لأنه صار فيه خط في أخذه ما بدي نحنا خلصنا من هذه الوضوح من بعد بعث كل شي عندي لهالشي اللي أنا قررت بالدي يعني نحنا علينا كمسؤولية كمان نتحرك إذا بتكون تغيروا نوعية حياتكم بتكون أنتو تعطوا 100% إن شاء الله 100% عطتكم نتيجة 5% بس عطيتوا كل شي عنكم ضمير نفسكم عقلك رح يكون مرتاح and you relaxed آخر اثنين بس تعطوا كل شي عنكم you let go لأ أنا عملت كل شي علي نظمت فهمت حكيت فيها كنت صريح عطيت تقلى عطيت الأهمية للمطارح التي تهمني فهمت ما وجعي قلبت للشي الذي أريده بدل الوجع صار تركيزي على الشي الإيجابي تقدر أنا دلني هون بهذا دماغ من بعد عطيت كل شي عندي صح ومن بعد هذا الشي فلت فلت لمن أنا هون إذا بتسمحوا فلت لربي لأن بآخر النهار الله عطينا القوة أنه يشتغل بحياتنا نتيجته أكيد ستكون 5000 ألف مليون اللي بدك يا رقم مرة أحسن من الشي نحنا كنا مفاكرين نحن وصل له جون كيروز يعني كل هال ستابس اللي عطيتنا هون هن براكتك ستابس إذا بدنا نختصر كمان بكلمتين اليوم هيدا الوجع اللي هو واجع نفسي والصحة النفسية لأوقات نعتبر أنه ليس مثل الصحة الجسدية ليس هالقد مهمة حولت لنا الصحة النفسية لطريقة أن نقدر نعملها تنجبل تنمسك نفهمها نتعامل معها وبعدين نتكل على ربنا شكرا جون لوجودك معنا ومثل العادة عم نعالج مواضيع كل إنسان اليوم في لبنان عم يعيش فيها مرسي كتير لك مجاهدينا ننتهينا من فقرة Be Positive وقصة سريعة ومتابعين بMTV Live